أحبائي سعيد صباحكم صباح النور صباح الورد أتمنى يلقاكم صوتي في أحلى وقاتكم استجابة لطلبات الجماهير جماهير الوعية استجابة لطلبات الكثيرين وكثيرات حول القوس اللي كنت فتحته في الأوديو الماضي حول علاقة نرجسي بسوبر امبات هذا الأوديو للتفصيل يعني نحن نفصل ذلك القوس الذي رأيتمه أنتم موضوعا للنقاش فإذا اليوم نحن نتكلم عن معادلة قد تطول طويلا لأسباب معينة ميكانيزمات معينة نحن نقولها كما اليوم معادلة العلاقة أو الزوج الذي يجمع بالنرجسي مع سوبر امبات سوبر امبات فيهم اثنين أو لوعين فيهم ما يسمى بالفرنسي الذي يسمى بالفرنسي معها فيهم ما يسمى بالفرنسي معه يسمى بحفوة قنجسي معه قرارج الله ودعينا امبات يسمى بحفوة قهة قمت بحفوة قلق بحفوة قرارجه طاقة عالية عاطفية الاثنين لما يجتمعوا هذين لهم الهبي والهبي لما يجتمعوا مع النارجيسي يقضيوا على النارجيسي تماما يعني يخرجوا من العلاقة باقل الأضرار يخرجوا وهم منتصرين ومنتصرات يغيروا من النارجيسي وهنا نفتح قوس أنا لا أتكلم هنا عن النارجيسي السادي وهي أقصى درجات النارجيسية بل أتكلم عن كل درجات النارجيسية التي تسبق ذلك وأضم إليهم أشباه النارجيسيين وأبناء النارجيسيين طيب في ديناميكية قوية جدا في هذه العلاقة لما نقول ديناميكية يعني محرك هنا ومحرك هناك محركين يشتغلان بصورة تفاعلية تكاملية رهيبة رهيبة رغم كل المشاكل اللي ممكن يوجدوها في الحياة لماذا؟ لأنه فيه واحد التكامل بين الشخصين هنقول لكم لماذا فيما بعد فإذن لما يلتقي سوبر امباث مع واحد نرجيسي قد يحبه كثيرا حين يدخله في علاقة ويحب بعضهم لما نقول يحب بعضهم هنا الحب اللي يجي من عند النرجيسي هو حب للخارج هو حب لما يمثله هذا الشخص مش الحب اللي انتو تعرفوه الحب ذلك الحب اللي هو العاطفة السامية التي تنبثق مشاكل القلب لا هو حب يعني بين قوسين الكلمة هذه نحن يشعروا بشغف كبير اتجاه بعضهم البعض يعني كمية كبيرة من المشاعر كمية كبيرة من الشغف الجنسي كمية كبيرة من الشغف حتى المهني العقلي كل شيء يعني كمية لما قل كمية يعني أسريت أني نقول كمية يعني مثلا سوبر امبارث يعيش حياته كاملة وهو يعتقد بأنه لن يجد أبدا شخصا يستهويه أو يجذبه إليه ما معنى هذا يعني سوبر امبارث بحكم ذكاءه بحكم مثلا قدراته العاطفية الكبيرة أكبر من الناس العاديين فهو دائما يعيش نوعا من الانعزالية ويرى بعض الناس أغبياء ويرى بعض الناس غير قادرين على رفع التحدي العقلي معه فلما يجي النرجسي ويعيشوا هذه الحالة من الحب ما يسمى بفترة شهر العسل هذه الأولى ليغمروا فيها بالعاطفة ويغمروا بها بالاهتمام والمناقشات وكل شيء فللأسف سينخدع سوبر امبارث ويدخل معه في علاقة ويبقى مثل ما قلت لكم الآن يبقى هذا الشغف طويلا يعني قد يستمر لكثير من السنوات نحن نقول لكم الأسباب فيما بعد لماذا هذه الاستمرارية كل السيدات اللي دخلوا صحوة روحية وقرروا الانفصال على النرجسيين هذا الأوديو لكم هذا الأوديو اللي نقول في اليوم هو لكم في الغالب أكيد أن أوديوهاتي تستهوي الناس لعندهم أوه پوتانسيال يني أن أوديوهاتي لا تستهوي الناس العاديين أي شخص عادي أوديوهاتي ما تستهويش ما يعجبوش كلامي لن يعجبه محتوى الأوديو الذي أقدمه إذا كنت أنت موجود عندي في القناة فוא�نت إذن شخص أوه پوتانسيال شخص طاقة عالية يعمى طاقة عالية ذكية يعمى طاقة عالية عاطفية يعمى الاثنين مع بعض الاثنين مع بعض طاقة عالية ذكية عاطفية فإذا ما الذي يحصل في الحقيقة ليحصل ما بين النرجسي والسيبرامباث علاقة أو معركة أو مبارزة قوية تنتهي أكيد بخسارة النرجسي لأن السيبرامباث لا يستطيع النرجسي أن يواجهه لا من حيث الطاقة ولا من حيث العاطفة مثل ما تعرفون ولكن السؤال المطروح كيف لشخص واعي اللي هو الأشبهي كيف له أن يبقى كل هذه المدة وهذا هو السبب اللي من أجله أنا أسجل اليوم أنا أسجل لكم الأوديو حتى نفسركم الشي اللي حصل بخواست فلي يعني لماذا دخلت في هذه العلاقة أصلا هذا لا يعني هذا لا يعني أن السيبرامباث غبي مثلا أو متعلق أو لا لا أبدا تعلقه في محله هو يتعلق بأماكنه أحيانا بأشياء بأصحابه ولكن تعلق في محله يعني هو مش تعلق خاطئ هو تعلق صحي وليس تعلق مردي طيب نعرفه شوية نعرفه أطراف القضية اليوم عندنا أطراف العلاقة نحن نبدأ أكيد بسيبرامباث الأشبيي هو شخص ذكي عاش طفولة تقريبا خالية من الترومات يعني عاش طفولة عادية كان عنده حدة ذكاء لما كان طفل وأدى ذلك إلى تطور دماغه بصورة ملحوظة أنا ألح على هذه الكلمة يعني سيبرامباث عنده دماغ يشتغل بينما النرجيسي عنده دماغ غيبتيليا يعني لما نعملوا صونار أو نمنا صونار أعتقد أسمعه بالعريبي لما نعملوا سكان لدماغ النرجيسي نجدوا أنه المنطقة الخاصة بما يسمى دماغ البدائي لسارفو غيبتيليا اللي هو الخاص بالغريزة عندنا هو اللي يؤدي إلى برمجة أو إدارة الغريزة عند الإنسان هو تقريبا يشبه للدماغ الموجود عند القطة مثلا أو عند الحيوانات بصورة عامة نجدوا أن هذا الدماغ متطور جدا عند النرجيسي لما نعملوا لراديو الرسول لماذا؟ لأن النرجيسي مثل ما تعرفوا ما عندهش كونتاكت ليس لديه أي اتصال مع ما بداخله طيب السوبر إمباث هو شخص إذن هو طفل حاد الذكاء عاش طفولة تكاد تكون خالية من الترومات وإن تعرض إلى بعض الكدمات العاطفية أو النفسية لما كان صغير فأكيد أنه تخلص منها أثناء مرحلة المراهقة ومرحلة الشباب لأنه في الغالب لما يلحق يعني لفترة يكون فيها متأهب عاطفيا أن يدخل في علاقة يكون الحق الدرجة كبيرة من الإنجاز على المستويين على المستوى المادي وعلى المستوى العاطفي لماذا؟ لأنه ببساطة مثل ما قلت الآن شخص عنده دماغه متطور هو شخص مفكر بالضرورة المنطقية من أهم صفاته الانتقاد يعني كل مرة ينتقد نفسه ويعاود مجديد هو مش شخص مثلا عنيد أو شخص متصلط أو شخص لا أدري أنا متكلف ما عندهش فلترات كثيرة ما عندهش ماسكات كثيرة في حياته وفي الغالب في الغالب يحب الإنعزال حاب يبقى وحده كده مالا كامباني يعني السوبر إمبارت يحب يعيش بوحده على أنه يعيش مع شخص ما يحبوش هو ما يحبوش تعلمتوني؟ فكل هذه الأمور تدخل في تكوينته العقلية تكوينته النفسية كيف هي؟ تكوينته النفسية هو في الغالب شخص روحاني يعرف طاقة الآخرين يشعر بها يحس كثيرا بألم الآخرين يساعد كثيرا وأحيانا يعيش في جلد المنقذ ركزوا لي على هذه الكلمة ما تنسوهاش يعني حيجين فيما بعد نتكلم عليها لذلك العلاقة تمشي مبينه وبين جلده منقذ مع جلد يعيش كثيرا قلت في دور المنقذ ما معناه يعني حاب يعطي حماية للناس اللي تكون تحت تحت جعبته العاطفية مثلا أم تكون محامية كثيرا لأولادها لزوجها لأمها لأختها يعني الأب كيف كيف نفس الشي لكان أب سوبر إمباث فنوجده مثلا يتكلف بكل شيء يهتم بأدق التفاصيل في المنزل وخارج المنزل ليوفر المصاريف كل الأشخاص التابع عليه يهتم بشراء كل الأشياء اللي طلبوها إلى آخرة وأهم من كل هذه الأشياء اللي قلتها الآن هو شخص يشتغل بقلبه السوبر إمباث هو شخص يمشي بقلبه ما معنى هذا؟ يعني عنده قلب حي قلب حي لا يمكنه أبدا أن يؤذي الآخرين وعنده حس قوي جدا يساعده كثيرا أنه يستشعر أعلام الآخرين ويستشعر الخطر كذلك من الآخرين قلوا لي إذن كيف دخل في علاقة مع النرجسي لأنه النرجسي قوي النرجسي ممثل بارع عنده مدة من اللي منقطع على عواتفه عنده مدة ما دخلش إلى داخله فالنرجسي يكون قوي في التمثيل هو يعرف أنه ما فيش ولا حد رح يحبه بالصورة اللي هو عليها في الحقيقة فلذلك تطور مش تطور طور طور ميكانيزما أو قناعا يمشي به بين الناس عنده خبرة في التمثيل نحكي على النرجسي ولذلك لما يلتقي به السوبر إمباث حدثه حدثه المفروض عالي ويعرف الحقائق دون ما يقرب منها سيفشل هذا الحدث لماذا؟ لأنه أمام شخص محترف في التمثيل حتى أحيانا يستعمل عقله ويكتشف بعض الكذبات وبعض الخضعات وما شابه ويبقى كذب نفسه يقول لا 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 يمكن أن يكون هذا الشخص نرجسيا لا يمكن أن يكون هذا الشخص سيئا بينه بنفسه وهذه تدخل في إطار برنامج نفسي سموه التعويض التعويض ما معنى هذا يا رانيا تعويض هذا نقوم به لما نكون بحاجة نحن بحاجة إلى ذلك الشيء أو إلى تلك العاطفة أو إلى ذلك الإنسان فنقوم بماذا؟ بمسح العيوب نعمل واحدة سكان بواسطة حدثنا ونمسح كل العيوب ونخلوه كل المزايا لماذا؟ لأننا نحن نريد أن نعوذ شيئا ما بداخلنا بواسطة هذا الشعور أو بواسطة ذلك الإنسان وهذا هو أول خطأ في العلاقة لماذا لا يكتشف السوبر إمباط أن هذا الشخص صيء من البداية؟ لأنه ببساطة يخرج قرونة استشعار خاصة بالمحاسن فقط ويخبئ يخبئ قرونة استشعار اللي يستعملها بغدتكتي لنجي ديزوت اللي يستعملها حتى يستشعر طاقة الآخرين ولو استعملها مثل ما هو ما تعود يستعملها مع النرجسي أنه النرجسي أكذيبه كثيرة مثلا من بين أهم أكذيبه وإشعارك بالذنب وهذا حنجي ليه فيما بعد هذه من أهم أساليب اللي يتحكم بها النرجسي في السوبر إمباط لوقت لفترة معينة يعني فإذن هذا السوبر إمباط ليشوف طاقة الآخرين ويحميهم ويحب كل الناس وإنسان شفاف وطيب وكذا يجد أن هذا الشخص الذي يلتقى به شخص ذكي النرجسي وإن كان عنده دماغ ربتيلي أو دماغ حيواني أو بداي ويمشي بغريسته إلا أنه شخص عنده ذكاء هائل فيما يخص الأكاذيب والخدع والتمثيليات يعني أنت لما لما تلتقي بنرجسي ويمثل عليك خدع هو يحبكها من كل الجهات والطرق لدرجة لدرجة أنك لن تكتشف أبدا كذباته من هو النرجسي هذا النرجسي اللي موجود في الجهة المقابلة للإمباث هو شخص وحش هو الوحش بالبساطة هو الوحش لا يعرف معنى الحب أو السعادة لا يعرف معنى الحب ولا معنى للسعادة هو قرصان سيتان بيغات قرصان طاقة قرصان عاطفة سيتان بيغات هو بيغات الشخص هذا يعيش على التقاط الطاقة من عند الآخرين الشخص هذا انقطع انقطع تماما عن تواصله مع عاطفته يعني الشخص هذا لو نبحثه عن دول داخل نحن نبحثه عن عاطفة مهما كان نوعها ما نوجدوش النرجسي شخص انقطع تماما عن عاطفه حتى لا يتألم حتى ماذا حتى لا يتألم لحد اليوم نكلمكم فيه ما نعرفوش يعني كل الدراسات بقت بالفشل ما نعرفوش هل النرجسي مثلا صار صار كذلك لانه عاش ترومة عاطفية كبيرة ادت به الى هذا الى هذا الخلل الكبير في العاطفة ما نعرفوش اذا كان السبب جيني او وراثي او مثل ما قلت الان او مجرد ترومة نفسية قوية جعلته يقطع مع العاطفة المهم ان القاطعة اللي حصلت هي قاطعة نهائية قاطعة النرجسي مع عاطفه هي قاطعة النهائية وهنا منحبكمش منحبكمش تخلطو ما بين النرجسي والحدي لانه النرجسي الكبير عنده قاطعة نهائية اما الحدي فيقطع مع العاطفة بصورة مؤقتة يعني يطلع ويقطع مع العاطفة وينزل ويرجع يمد وصله او يتواصل مع واطفه اوكي فارجوكم ما نحبكمش يعني تخلطوا ما بين الشخصيات لانه ما فعلا مش متشابعين في الكثير من الجوانب المهم دايما نذكركم في كل كلامي هذا انا لا ادخل هنا النرجسية الحادة نرجسية المصحوبة بالسعادية نرجسية الحادة هذوك بالنسبة لي انا خرجين على ملة البشر بالنسبة لي ان هذوك ما هو بشر اشك تماما ان تكون فيهم ارواح عارف ان كلامي هذا قد يبدو للبعض خطيرا وهلوسا ولكن انا اشعر بانه هذوك الناس قد تلبستهم منذ طفولة تقض ظلمية ولم تخرج ابدا من اجسامهم وتبقى معهم حتى يموتوا ببساطة اه 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 التيو يوافق كلامي اه اه ها اه اه تايو ماما اه اه ااسفة سأعود من جديد ااسفة عدت من جديد اذا كنت في اتار حديث عن نرجسي قلت النرجسي النرجسي لا يمكنه أبدا أن يتصر بداخله لأنه ما عنده أي شيء بالداخل ولذلك حتى يشعر بسعادة أو بنوع من المتعة لازم يمشي يبحث عن هذه الطاقة خارجا يعني شفتوا أنتما لما تخرجوا في رحلة مثلا أو لما تروحوا للطبيعة ستشعرون بالسعادة تغمركم من الداخل تشعرون بها كطاقة هكذا هو ما عندهش هذه الطاقة ليس هناك أي شيء يفرحه تفرحه فقط المتعات القصيرة التي يمكن أن يحصل عليها من هنا وهناك هو دايما نذكركم هو مجرد قشرة فارغة قشرة فارغة فهذه المتعات الصغيرة التي متعته هذه التي يحصل عليها من الخارج لأنه لا يقدر أن يحصل على أي متعة من الداخل الجيه من طاقة الآخرين لذلك هو طفيلي طاقة هو يعيش مثل البرازيت مثل الطفيلي على أظهر الآخرين لما يوجد سوبر أمباث لماذا يغطبط النرجسي لأنه وجد شيئين في نفس الوقت وجد واحد محرك طاقة أو مخزن طاقة واحد يعطيه طاقة كل يوم ويعطيه حب أكيد لهو أصلا يفتقر إليه لأنه لا يملكه وفي نفس الوقت شخص يقدم له الحماية ويغفر له كل أخطاء اللي يقوم بها معه كيف ذلك؟ النرجسي شخص عنده مثل ما تعرفوا الكثير من الألعاب ونتكلمت عليه فيما سبق فماش ندخل في التفاصيل ولكن نحن نضرب لكم مثال فقط مثلا النرجسي من بين أهم أساليبه أنه مثلا يشعرك بالضنب يشعرك بالضنب ولكن هذا شعور بالضنب ليس حقيقي وإنما هو مجرد تمثيلية هو يقوم بها مثلا يمثل عليك أنه مريض أو يمثل عليك أنه تعرض الحادث أو يمثل أو 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 والسيبر ايمبات بحكم أنه مثل ما قلت في بداية الأوديو عنده هذا الحس الذي يريد به أن يحمي الآخرين فيشعر بالضنب لأنه مش قادر أنه يحل مشكلة ليعيشها حبيبه نصري راح لسوتي قلت سيشعر بالضنب لأنه مش قادر أنه يحل هذه المشكلة التي يعيشها صديقه أو حبيبه لماذا؟ لأنه أصلا هذه المشكلة مزيفة غير موجودة في الأساس النرجسي من شدة حبه في تعذيب الآخرين لما يتصل به سيبر ايمباتي يقوله كيف حالك؟ هل تحسنت؟ يقول له لا لم أتحسن لا أزلت وأعاني وفي الحقيقة ممكن هو يكون مثلا يمارس جنس مثلا مع شخص ما أو يكون لا أدري في مكان ما يعني يستمتع بشيء آخر لأنه هو النرجسي عنده شاره جنسي الجنس هو الشيء الوحيد لحقق له صعادة مؤقتة فيه ويكثر من الشركة الجنسيين حتى يشعر بهذه المتعب فإذن من بين الأساليب إذن هذه هو استجداء حماية السوبر ايمبات يعني النرجسي بعد مدى واللي يعرف ما هي نقاط قوة السوبر ايمبات وما هي نقاط ضعفها نفس نقاط القوة هذه يستخدمها البيان أو النرجسي كمناطق يمر بها إلى طاقة السوبر ايمبات يعني مثلا هو يعرف أن السوبر ايمبات لا يمكنه أن يؤذيه أبدا مثلا أو هو يعرف أن السوبر ايمبات يحبه فيستفيد من هذا الحب بكل أقصى نوع الطرق هو يعرف مثلا أن السوبر ايمبات مثلا يحميه عنده هذا الحس الحس الحماية هذا فيقوم بالاستفادة بهذا بكل الأساليب الشيء اللي ما يحصلش مع الآخرين الناس اللي طاقتهم تنفذ بسرعة مع النرجسي لما يقوموا بالكثير من الأشياء للنرجسي طاقتهم تنفذ هذا الشيء اللي ما يحصلش مع السوبر ايمبات أنه طاقته لا تنفذ يعني رغم كل المشاكل وكذا فهو يصبر على النرجسي لماذا؟ لأنه عنده قدرة أن يحل المشاكل اللي يحطوا فيها النرجسي عنده قدرة أن يحمل أشخاص اللي إذاهم النرجسي ولكن مع مرور الوقت يعني بعد فترة من هذه العلاقة التكميلية يجي وقت يجي وقت وين يشوف السوبر ايمبات بأن هذه العلاقة غير طبيعية ليس لحاجته للنرجسي السوبر ايمبات مش بحاجة للنرجسي لازم تعرفوا يعني سوبر ايمبات في الغالب هو إنسان مكتفي بنفسه سواء من حيث العاطفة أو من حيث المادة أصلا يعني في حياته المادية في الغالب سوبر ايمبات يكون إنسان عادي بستطاعته أن يعمل بستطاعته أن ينتهز مواهبه أو أن يستخدم مواهبه في أن يعمل أي شي ولكن حيشوف أنه هذا العلاقة غير متكافئة يعني بعد ما يسقط ذلك البهرج وذلك التمثيليات اللي كان يقوم بها النرجسي وتلك الماسكات اللي كان يجمل بها روحه راح يجي وقت يكتشف سوبر ايمبات هذا النرجسي على حقيقته ويشوف كمية الأذى التي يسببها للآخرين كمية الأشخاص التي سقطت وراءه يعني مثلا يشوف أنه النرجسي مثلا يعامل مثلا أمه بصورة سيئة يعامل أخوته بصورة سيئة يعامل أولاده بصورة سيئة يعني راح يلاحظ كمية الأذى التي يسببها النرجسي في كل مرور له سواء مع أفراد عائلتي أو مع استقائي أو مع زملائي في العمل ويدخل عندنا وحد النازع جديد كان موجود ولكنه كان في المنصة الخلفية كان يعني جندي من جنود السوبر ايمبات اللي هو النازع الأخلاقي لما أقول الأخلاق هنا نقصد بها كل ما هو خير كل قيم الخير الموجودة في السوبر ايمبات راح تخرج حتى تواجه نازعات الشر والسادية والتعذيب اللي موجودة عند النرجسي فيلتقيان لأول مرة وجها لوجه يعني سوبر ايمبات بوجهه الحقيقة الطيب والنرجسي بوجهه الخبيث الشرير وتبدأ أولى المواجهات بينهما التي تنتهي أكيد بتخلي سوبر ايمبات عن النرجسي والنرجسي والسوبر ايمبات هنا مش ضحية يعني النرجسي ما يقدرش يلعب عليه لألعيب ويرجع الحضنه مجديد لماذا؟ لأنه ببساطة سوبر ايمبات لما يشيل هذا الغشاء أو هذا القناع اللي كلابسه النرجسي يشوفه لحققته سيشمئزه منه كطبيعة هو وكطبيعته كفطرته إنسان طيب وشفاف سيشمئزه من النرجسي وسيراه حقيرا وسيراه متسخا ويراه فيه كل المعايب اللي ما كانش يشوفه في سابق وهنا ماذا يفعل؟ سيتخلى عنه أكيد سيتعرض لكل ممارسات النرجسي من تهديد من 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 ولكنه بحكمة أنه طاقة ذكية عالية فهو لا يخضع للتهديد لا يخضع للترغيب ولا يخضع لأي ممارسة من ممارسات النرجسي ولذلك قلت لكم في الأوديو الماضي أن سيبر ايمبات قد يقضي على النرجسي طيب هذه الاحتمال اللول احتمال الثاني ما هو؟ الاحتمال الثاني هو شيء أجمل من هذا بكثير وهو تغيير طاقي رهيب يحصل للنرجسي دايما نذكركم هذا النرجسي هنا على حسب درجة النرجسية اللي موجودة فيه اللي غاد يموضي في كاسوء نرجيتيك تغيرات طاقية تطلع عقله الأعلى تطلع لدماغه تؤدي إلى تغير النرجسي يبدأ ذلك من خلال الشعور بالذنب يعني بعد ما يأذي النرجسي السيبر ايمبات يرجع يشعر بالذنب يرجع يبكي يرجع يشعر بكمية الأسى اللي عملها له والمرحلة الثانية تبدأ بالوعد النرجسي يبدأ يوعد يعيد السيبر ايمبات بأنه لن يفعل هذا مجددا المرحلة الثانية تبدأ بالتغيير النرجسي يبدأ يغير في علاقاته في طريقة معاملاته مع الناس يبدأ أكثر رحمة بالناس أكثر رحمة بأمه مثلا أكثر طيبة في تعاملاته والمرحلة الأخيرة هي انتزاع ذلك الشر الذي كان فيه استقصال ذلك الشر الذي كان فيه ويصبح أقرب ما يكون إلى الإنسان العادي يعني لإنسان طبيعي وفي كلتا الحالتين اللي تكلمت عليهم الآن سواء هاجر الإيمبات النرجسي وتركه أو غيره إلى الأحسن فأنا بالنسبة لي هذا انتصار للوعي انتصار للسيبر إيمبات على النرجسي في شيء كذلك نسيت ما كنت تكلمت عليه قضية النقد اللي يقوم بها الإيمبات النفسه في كل مرحلة من مراحل العلاقة كل مرة ينتقد نفسه يعني هو ما يعتبرش نفسه ضحية لما يحدث شيء قول أنا كنت مذنبا كذلك مثلا أنا قمت بكذا أنا قمت بكذا هذا الشيء كذلك يؤدي إلى إيطارة العلاقة يعني يعني لفت أنه ينتقد نفسه باستمرار ويتغير باستمرار هذا كذلك يؤدي إلى بقاء العلاقة لماذا؟ لأنه بادل ما ينتقد النرجسي ينتقد نفسه وبالتالي يسامح يعني عندنا عاملين مهمين يؤديان إلى بقاء هذه العلاقة الأول هو الانتقاد المستمر اللي يقوم به سيبر إيمبات نفسه والثاني هو المسامحة سماحاته وصبره يعني يسامح في كل مرة ويصلح أحيانا ما قام به النرجسي يعني النرجسي مثلا قد يضرب أولاده فيروح سيبر إيمبات مع أولاده ويصلح الشيء اللي يقام به ويصلح بعيناتهم ويطلبوا الاعتدار من بعضهم وكذا وكذا كذا وهذا يؤدي إلى مسح الطاقة السلبية اللي اكتسبوها الأولاد في ذلك الدقيقة من الأب في ذن كل هذا الظروف هي اللي جعلت من السيبر إيمبات يعيش علاقة طويلة مع نرجسي أو مع شبيه نرجسي أو مع أهد أبناء نرجسي ولكن النهاية في كل الحالتين هي سعيدة يعني النرجسي لا يستطيع أن يهزم الإيمبات أو سيبر إيمبات يلا أتمنى أن أكون جاوبتكم تحياتي و سلامت تحياتي و سلامت